من تمرينة النادي الاهلي شفناها مع حضراتكم وشفناها واضح طبعا يعني نهاردة شفنا بعض التمرينات التحكم بالكورة الدويتوهات البساط العالية يعني حاجات دي أنا بشوفها الحقيقة الأول مرة في تمرين النادي الاهلي طبعا هم نقرأ من هنا لحضراتكم كل يوم أجزاء أو لقطات سريعة جدا من التمرين لكن زي ما قال كريم برضو واضح أنه تطلب من لعيب يبدأ موسم في شهر 9 يلعب كل المطشاط دي بيتمرن تقريبا شبه كل يوم أنه يبقى بنفس التركيز والمستوى والجهزية بشيء صعب يعني وأنه خصوصا كمان حسابيا لما تتكلم على أنه من يوم 28 ستة يوم الجمعة اللي جاي ماتش فاركه لغاية يوم 17-8 هتتكلم في شهر ونص تقريبا تلعب نص سيزن في الدوري برضو عبق كبير جدا على اللعيبة والجهاز الفني يعني يمكن علشان كده أحمد المدير الفني عمارس الكولر يعني بيحاول كل يوم يعمل تمرينات جديدة أو تدريبات جديدة لكسر حالة الملل اللي ممكن تصيب اللعبين خاصة أن أنت بتشوف أو بتتابع بعض اللعبين اللي حصلوا على أجازات بعد نهاية الموسم بتاعهم مع أنديتهم فأكيد اللعيبة بتتأثر بحاجة زي كده أن أنت زي ما أنت قلت في عز اللعيبة كلها هتبدأ تاخد رحيتها خاصة كمان في أوروبا بعد انتهاء اليورو هتبقى أنت في عز الضغط هنا في الموسم بتاعك مطالب ببطولة كبيرة أنت بتلعب باسم النادي الأهلي فدائما عليك المسئولية أنك تحقق أمال الجمهور في الفوز ببطولة كبيرة زي بطولة الدوري بطولة مهمة عند كل قطاع الكرة في النادي الأهلي سواء مجلس إدارة أو نادي أو جمهور أو متابعين حتى في المجال الإعلامي فبطولة الدوري بطولة مهمة النادي الأهلي على أعتاب إن شاء الله يعني تعود فرق النقاط بعد لعب المؤجلات وإن شاء الله يروح للمكان المتعود عليه طبعا في صدارة الترتيب إن شاء الله وفي منافسة موجودة منافسة كبيرة جدا على اللقب الدوري للنهاية أعتقد أن النادي الأهلي تواقع أنه منافسة تستمر للنهاية ولا محطتين بيرامدز يكونوا فصلين بشكل كبير جدا في حسم البطول لا يعني يمكن إحنا تتلعب مع بيرامدز 12 و 22 سابعة بالضبط يعني هي دي يمكن دي المواجهات المباشرة مع المنافس المباشر خلينا نعترف إن خلاص بيرامدز تأكد إن هو المنافس المباشر للنادي الأهلي على لقب بطولة الدوري هذا العام زي ما بيرامدز يتعامل مع النادي الأهلي بالمناسبة بيرامدز هذا الموسم مختلف تماما عند المواسم السابقة يمكن ما فيش أي تصريحات إعلامية صدرت من بعض المسؤولين في بيرامدز زي الموسم الماضي يعني أو المواسم اللي قبل كده هم واضح إن هم مركزين على مبارياتهم بلعبوا كل ماتش بماتش قدروا يعملوا رقم كبير إن هو 12 فوز متتالي في بطولة الدوري فده يقولك إن أنت أمام منافس مركز على حصد اللقب ولكن هيصطدم في النهاية مع فريق زي النادي الأهلي أعتقد إن هو عارف هدفه كويس جدا محطتين بيرامدز بالتأكيد ستة نقاط مهمين جدا هيكونوا فاصلين في تحديد بطل الدوري هذا الموسم ولكن أنت عندك إحنا زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا أن كل مباراة ليها تحدي خاص يعني أنت بتواجه فرقه المباراة القادمة وفرقه عينه على البقاء وعنده منافسة شرسة جدا مع البلدية ومع المأولين ومع اللعبة أو الأندية اللي فيه مؤخرة الجدول ففرقه عايز ليه لا أحقق التلات نقاط شوفنا مباريح الداخلية أو أول مباريح بتعمل مفاجأة كبيرة وبتتغلب على زد آه يعني المأولين أيضا تغلب على زد فكل نادي عنده التارجت اللي عايزه من خلال بطولة الدوري أنا هاجي معاكم لبيرمز بس عايزة أسمع رأي أحمد